خلينا بحكي بس نحكي اكا بالنوت عبل بشكل عام على الاندقش موتور او الاندقش موتور بشكل عام. تتذكروا هاي طبطة هي الزيرو تورك اللي بصيرش عندها تورك. الفترة هاي طبطة عم نعمل هون موتورينج. سفيد بوزيتيف والتورك بوزيتيف والطوار بوزيتيف يعني عمالها بتروح للسورس للوتو. هلا ازا في خريقها معينة زدت السرعة عن السرعة السفيد هلا هون رح يتحول لجنرير. فهذا في المنطقة هاي رح يتحول لاجه تطير. نفس الـ تام anybody. يعني المحرك عمالها بنفس الـ بوسيتيف بس السرعة تفعط بطريقة معينة فوق السيكون الناسويس- يعني جب التورك خارجي مطلا وحتى التورك خارج على المحرك يعني لاحظوا هون التورك بوزيتيف يعني المحرك عم أطيني التورك تكتيب يعني فيه تورك خارج على المحرك فهون بالفترة هاي رح يصيح هات جينيريتر. طول الفترة هاي هون. هلأ احنا لنعمله في مكانة هاي عندي هون. هاي. طبعا تذكروا انه واحد هون. بساوي واحد. هون بساوي اس. هي القيمة الصغيرة هاي. وانا لما بعكس الاتجاه على المحرك عمالي بنورك المنطبة هادي هون. فبصير عندي هادي هون ناقصة الحركة. عمالي بشطل عليه بغير بفضل في انتقل هون. خلينا شوف الضغط شو اللي بصير لما هلا باعمل على المحرك. دكتور لازم يكون شوية عشمال هيك هاي المنطقة بكون زيرو. بسليب بسليب. اه بكون زيرو من هاي بسليب هون بساوي زيرو. وهذا هون بساوي اس. اوكي? فسليب هون بيبدأ عندي زيرو واحد وعدين بصير هون ناقص ناقص واحد. اه بحزير اتنين هون. حسين عندي هون اتنين. خلينا لو شوفوا هون يمكن اوضح شوي. هلا بكون شغالين احنا المحرك. نهاي المنطقة هون. نعمل عليه. هاي كما نكون احنا ماشيين المحرك ماشي باتجاه رح تضلها سرعته بوزيتيب. رح تكون سرعته بوزيتيب. فالمحرك كان ماشي هاي هاي اول نقطة هلنا وجودين فيها. نفترض يجي نعكسنا الان اتجاه الدوران فنعكس التورك عن محرك. لسا المحرك بوزيتيب سرعته. عماله بمشي باتجاه معينة. عماله بمشي بهذا الاتجاه مثلا بوزيتيب. وحنا حاطين عليه هون ثري فيز. عند النقطة هاي. يجي نعكسنا تنين من من اللي موجود هون. فالما كان يلوف بهذا الاتجاه هنحصير لفت بهذا الاتجاه. فالتورك نعكس مباشرة على المحرك. فلما ينعكس التورك رح يمشي على الكيرف هذا اللي بيشبه او اللي هو تبعة الكيرف هذا اللي موجودها. هذا الكيرف لو عملت له مية وتمانية درجة رح ينطبق على الكيرف هذا اللي موجود. هلا عند النقطة هاي التورك صار نيجتيب. رح يعمل فالمحرك رح يتحرك الان. رح ينزل سرعته لان اعمار يوم اعمل عليه لحد ما يوصل النقطة. عند هاي النقطة رح تصير سرعته زيرو بس في عليه تورك. والتورك عمار بحاول يعكس التجارة. فاللي رح يصير الان رح تنزل تنزل السرعة لحد ما هون السبيد. عند النقطة هاي متساوي زيرو. ويش رح يصير دي? رح ينتقل من هون رح يضل ماشي. لحد ما يوصل السليف مشابه لسليف اللي موجود هون. عند النقطة هاي. فهادي هون اين? بي سي دي هادا الانتجاه. ازا تركتوا يعكس انتجاهه ويضل ماشي لحد اوصل للنقطة هاي. هلا لاحظوا هذا هون جزء الكيرب اللي موجود. هون هو نفس جزء الكيرب اللي موجود. احنا عادة بنعمل له بريك ازا بدي ينزل بس من سرعة لسرعة تانية بس بخلي ينزل او ازا بدي اوقفه احيانا نستخدمه لتوقيف المحرك. لازم بس يوصل عند السرعة هاي تقريبا قبل مش ويافصل عمله السمو. ازا الهدف ان يوقفه يعني اف اا اا. يعني مش ريبيرسل ما بدي يعمل ريبيرسل. ازا ازポينت سي. ازا از ازا از از term C, أتسكنكت. اتسكنكت تسكنكتشن الى السبلا فهلا ينزل بي اعتس اتجاهه ويمش بها الاتجاه. اوكي ماشي مواضح للاها تزد. اللي بيصير عند النقطة اي وبي انا عند النقطة اي وبي عكست الاتجاه. فكان الفيس سيكنس ار اس تي صار مثلا ار تي اس. عكسنا الفيس سيكنس. عكسنا الفيس سيكنس صار الماغنيتك في لفت. بالعكس الاتجاه. وانقلب الصارت هون بدل ما هي هون. فالماغنيتك فلكس عماله بلف بهذا الاتجاه. فالمحرك هون علي بريكي. رح ينزل سرعة ولا حد ما نوصل عند النقطة هاي. بعدين رح هون رح يصير. ريفيرس موتوري. او عند نقطة سي ازا بدي وفق بدي عدد التسكنيكشن كامل للسبلاي.